اشتركوا في القناة خبر حلو يا رب المفروض من المعلومات اللي احنا عايزين نحصلها علشان خاطر نتذكرها وقت الامتحان باخدها حطها في دماغي في الزاكرة بتاعتي الزاكرة دي اللي هي المخ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقهولي عايزة شبهها بحاجة في الدنيا زي الهارد بتاع الكمبيوتر الهارد بتاع الكمبيوتر ده له ساعة تعالين شوف الهارد اللي ربنا خلقهولنا ده الساعة بتاعته ايه واهم من الساعة سرعة نقل المعلومة الانسان مخه يقدر يستوعب كل ثانية معلومة طب ده شيء جميل ولو قعد لمدة سابعين سنة عمره يجمع كل المعلومات بمعدل في كل ثانية معلومة يبقى تملقه دي ايه من الهارد بتاعه نص يا سلام يبقى من هنا تعالين ناخد بقى لحد المحبط اللي بيقولك خلاص ده الرابط ومش هلحق بقى خلاص واللي فات مات ويعمل لزاكر زاكر لا 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 كل ثانية معلومة يعني انت اصلا لو قعدت تتذاكر المنهج ده كله ممكن يخلص منك في عشرة يام خمساشة اليوم مش لان ده الصح على طول بس انا بتكلم دلوقتي مع اسوأ حالة قبل ما نبدأ الامتحانات صح فما فيش حد يقول انا مش هقدر الحبه ادي اول حاجة كده انت تقدر تمام دي اول حاجة تاني حاجة بقى كويسة انت بتذاكر ليه هقول لحضرتك احنا المفروض نذاكر ليه علشان انا مش عايز الناس تذاكروا خلاص انا عايزوا يحب المذاكرة طبعا دي معادلة لو انا طلعت بيها من الفقرة دي والنهاردة يعني انا بتالي حاس انا عملتها كويسة انك مش بتذاكر ده انت بتحب المذاكرة ايه طب يا سيدي انت بتذاكر علشان نفسك لا ما جابتش معايا مش هاقتمع بالكلام طب عشان ده شغلك انت مهنتك طالب ايه وتبقى شاطر في شغلك لا طب انت بتذاكر عشان اهلك اللي بيصرفوا عليك طبعا اللي بيستثمروا فلوسهم فيك طبعا انت بتذاكر علشان خاطر خلينا صراحة احنا مجانية التعليم في مصر كله بصفة عامة مش بالمعنى الاساسي انها مجانية فعندنا محاجة بتقول ان كل اسرة بتصرف على الفرد الواحد على تعليمه متوسط اقل حاجة من 500 ل700 جنيه في الشهر للابن الواحد ايه دي حاجة والناس بتتعب جدا في الفلوس ذاكر علشان تكون كويس عشان اهلك اللي تعبنين دول استثمرهم مايروحش في الارض طب كل دا مش عاجبك انت معاك فلوس كتير يعني انت غني طب يا سيدي ما تذاكر علشان خاطر ربنا العلم فريضة ايه الامام الشافعي قال طلب العلم اشرف من النافلة النافلة اللي هي قيام الليل قيام الليل سنة وطلب العلم فريضة طب ما تذاكر طب اقولك على حاجة طب ما تذاكر عشان كل دول عشان نفسك وعشان ده شغلة وعشان عيلتك وعشان خاطر ربنا بسم الله الرحمن الرحيم هتبدأ تذاكر هتلاقي نفسك كل سنية بتقضيها بترضي كل الاطراف دي بس هاي المشكلة عنده طلبنا يا دكتور حاجة انهم بياخدوا مواد كتيرة جدا والمدارسين يعني يقولك ايه احنا لازم نخلص مثلا ساي نص المنهج قبل نص السنة فبيكروا لهم المعلومات الطلبة ما بتلحقش تستوعب كده هم نرجع للمرحلة الاولانية مرحلة ما قبل المذاكرة اصلا المذاكرة هي مرحلة رقم اتنين تمام المرحلة رقم واحد اللي هي مرحلة تلقي المعلومة نفسها ايه طيب خلينا اقولك ان تلقي المعلومة ده هروح متأخر ربع ساعة واخر ربع ساعة هبقى باللغة كده مسقط مش سامع قوي ايه ففت ربع ساعة في الاول وربع ساعة في الاخر نص ساعة فتلاقي نفسك وانت بتذاكر انت فيتك 25% من المنهج انت بذاكر الواحدك الربع ساعة اللي انت تأخرتها والربع ساعة اللي انت كنت مسقطها يعني في 20 ساعة مدة الكورس كله او المنهج كله انت ضيعت 5 ساعات مع انك حضرت كل الايام فدي المشكلة لكن استفدت ب 15 ساعة استفدت ب 15 فاو انت بتذاكر بتلاقي عقبات اه يعني ايه ده انا ما سمعتش ده خالص بذبت فيه بقى كارثة اكتر ده انت ممكن تضعي 15 ساعة كمان ازاي الفترة الزمنية من بعد ما بتاخد المحاضرة وتذاكر لو تاني يوم او في نفس اليوم او بعد يومين انت فاكر المحاضر الانستركتور الراجل اللي كان بيقولك بيقول ايه تحس كده انه طالعلك من الورقة ايه يعني انت فاكره كان فيه هنا اف فيه كان فيه هنا كلمة كان فيه هنا توضيح كان فيه هنا وسيلة تعليمية طب بعد عشرة ياما انت فاكر حاجة انت فاكر انت كالتين براحة خلص الموضوع فلازم يكون برضو توقيت المذاكرة مهم بعض المحاضرة على طول فالموضوع ده لو الواحد ركز فيه جدا هيفرق معه جدا انه هيساهل علي بنسبة ستين او سبعين في المية المذاكرة بتاعته والتحصيل بتاعه طب انا عايزة خاطب ابنائنا الطلاب والطالبات طبعا انه لو فيه ممكن تتواصلوا مع الدكتور احمد اذا كان فيه مادة معاكم مع صلاجة بالبلد كده ومش عارفين تذكروها ازاي فممكن تستشيروا فيها الدكتور احمد وهو ممكن يفتكوا جدا يعني طيب دي حاجة القلق بقى اللي بيحصل في البيوت من اولياء الامور يعني قريدي الطالب متوتر انا عندي كده الطالب المتوتر يعني مش مذاكر كويس طب ازاي ناهله انه هو يذاكر كويس قبل اللي منتحنات بفترة قصيرة طيب انا عايزة فرق من القلق والتوتر القلق حاجة ايجابية اه طبعا طبعا التوتر ناتج من ان انت مذاكرتش بس للأسف لو انت مذاكرتش ممكن ما تقلبش بتوتر ممكن تقلب بتكبير دماغ يبقى اول حاجة انا قلتها في الحلقة انت تقدر اه في وقت ربنا ادك هذه المقدرة ما تنساش ده خالص ده رقم واحد رقم اتنين ايه سي دي جماعة بتوع الصين بس هقول بالعربي لاني معرفوش بالصين بيقولك ايه اعرف شيء عن كل شيء اه واعرف كل شيء عن شيء ففي مادة انت ممكن تعرفها كلها في الوقت ده عندك فكرة ايه انجلش مثلا وانت متأسس فيه كويس في مادة تانية انت مش عارفها كويس ضيعت فيها وقت حتى لو حصلتها بنسبة ستين او سمعين في المية وانت خليك امين مع نفسك انت داخل وفيه تلاتين في المية انت متعرفوش ان انت مقصر طبعا في الاخر يطلع نتيجة الترم مثلا 85% 80% 70% وبعدين النصيح اللي هنقولها بقى في المذاكرة ان شاء الله في الجزء التاني دي ان شاء الله اهم من الحاجات اللي هركز عليها لو مش تعرف تنفذها كلها دلوقتي ركز عليها في الفترة اللي جاية من اول ما تبدأ ترم جديد عشان احنا بنتكلم قبلها في فترة سيارة احنا عايزين حل سريع بصراحة هو مش حل خليناه صرحة هو مساك اه يعني اكيد يشتعطي بس زي الحد اللي بيذكر من الاول طبعا لكن لما نمشي بقى على الرولز دي من اول بداية دراسة من اول بداية عام دراسي هتلاقي الدنيا افضل بكتير وان شاء الله الموضوع ده هنحس انه هيفيد الناس كتير بس في حاجة في التمامش اسمها الطاقة السلبية انا عايز اتكلم مع الناس بمجرد طاقة سلبية شطانك طاقتك السلبية شطانك اللي بيقولك قاعد ما تذاكرش اللي بيقولك يا عام اللي ذاكر زاكر اللي بيقولك يا عام انت مش تقدر انا عايز ازاي اكون بتغلب على الطاقة السلبية دي على طول لانه هو معك في كل المراحل هو معك من اول ما رحت المحاضرة ودك متأخر هو معك وقعدك نايم هو لما جيت زاكر قعدك ازوعلك يعمل لسه بادري لأ انا عايز اخلص منه على طول تعرفين لو ما هذاكر هيطلع لي تاني لانه مش عايز ناعد تاني زي الصلاة يا دكتور زي الصلاة وعلى سرط الصلاة والدين في الدين الاسلامي ان هذا الدين لمتين فتوغلوا فيه بيسر لو ما بتصليش امشي واحدة واحدة ابدأ مش لازم اول ما تبدأ الخمس صلوات وفي الجامع ومرة واحدة اسبوع مش هتكمل لا خطوة خطوة المنهج متين انت ما تعرفش لسه فيه حاجة بالاضافة كمان ان انت لو ما بتذاكرش اصلا معايش هقول اسم الراجل ده اسمه بوزان توني بوزان الراجل ده استاذ الزاكرة على مستوى العالم ومعاصر على فكرة الراجل ده بيقول حاجة جريبة اوه بيقولك ان الزاكرة لا تعمل بكفاءة بسبب كل تستخدمها ايوه صحيح تحيح لكن لما تستخدمها تشتغل احسن زي اي قالة لا وزاي احنا عندنا في الميديا يقولك اللي بيحفظ ده بيبقى يعني خلاص اخد على الحفظ لكن لما نركن شوية بنرجع اكننا بنبتج من اول وجديد بالزبط طبعا كل حاجة يعني فالموضوع ده الراجل ده لما اخد كلامه وطبعه على واحد ما بيذاكرش طب انا عايز اقولك انه ممكن يكون في واحد باكلمه دلوقتي بقاله سنتين ما بيذاكرش بينجح بالحب بينجح بالحب بينجح بالحب يعني باركة اضع الوالدين وحاجة كماشي تمام خلاص ما خلاش نغير الموضوع طب ناخد التليفون معنا فاطمة قالو هلو ايوه فاطمة ازيك يا حبيبتي عاملة ايه يا تمتم الحمد لله تمام انت طيبة يا قلبي انت طيبة الحمد لله يمكن اكلم دكتر احمن طبعا غنائي تقول ان انا بذاكر بس مش اوي thank you ؟ هرد على كل طريقة اننا فيها هقول طريقة مذاكرة لأن فيه ناس مش ما بتذاكرش بقى فيه ناس بتذاكر غلط ولما بيذاكر غلط بيبقى بيضع وقته ففيه حاجة اسمها جودة الوقت وعلى فكرة كمان مش بعدد ساعات المذاكر يعني مش هو تذاكر خمس ساعات وست ساعات انا كده عبكري طبق الصح بقى أولا هو الصح طريقة المذاكرة الصح لو عايزان اقول هيك دلوقت اقول هيك دلوقت أول حاجة في طريقة المذاكرة الصح التكرار والإصرار التكرار والإصرار كلمتين دولا ممكن نعود لحد آخر حقول لك التكرار والإصرار التكرار والإصرار إزاي نبعد عن المذاكرة خالص أنا بلعب جيمز مش عارف عدي الليفل ده بعمل ايه ده فيه ناس بتكسب ملايين من الفكرة دي أصحاب الأبليكيشنز بتاعة الموبايلات الجيمز بتكسب ملايين من ده مش عارف عدي الليفل بعمل ايه خلصت اللايفز بكلم صديقي على الفيسي وعاتلي علشان يعمل ماركتنج اللي عبته طب يديني تولز بشتريها بفلوس وبعد ساعتين تلاتة بعدي الليفل إيه السعادة اللي انت فيها دي طيب لما باجا زاكر بقى ومش عارف زي فاطمة كانت بيقولك بحل المسألة دي مش عارفة فخلاص بقى مش عارفة طب فين الإصرار الإصرار تحاولي مرة واثنين وثلاثة واربعة وانليمتد تفضل ورا المسألة طب مش عادرة استخدامي عوام المساعدة مدرسك كلميه في التليفون واحدة صاحبتك شطرة شوية الإصرار مش إنك تروحي أداء واجب يا مستر هو ده إيه طب أنا مشغول دي ما ممكن يبقى راجل فعلا مشغول وقفي انت اللي عايزة انت محتاجة ده إصرار أنا مش هخلص الموضوع ده لما تفهمها لي ما فهمتش من المستر ده في الكلاس ممكن روح لمستر تاني في نفس المدرسة يعني موجود معانا تفهمني لازم أوصل لده ولازم أكون مصر وبكرر بحب لما نقدر أوصل طب هل حياتك بتفضل يا دكتور إن أنا لما أجي أزاكر مثلا أقرأ كتاب أكني بأقرأ كتاب خارجي ولا أكتب اللي أنا بذكره خلينا نفرق ما بين مرحلتين مرحلة إن أنا بذكر ومرحلة إن أنا بتأكد أني حفصت تمام كده أنا بذكر إزاي إزاي بعل أولا أنا باعتمد زي أقولتك على التكرار التكرار ده ممكن يبقى كراءة إن أنا قاعد أقرأ كل واحد وطبعته طب ما جابتش أقرأ بصوت عالي أسمع وداني مش أسمع الجران الصوت العالي أنا اللي بأسمع طيب لو أنا حضر المحاضرة ولسه فاكرها في هايلايتس بأكتب عليها أي لو الموضوع ممكن ورقة وقلم وابدأ أكتب العناصر حاجة اسمها خريطة زينية بس مش عايز أخش خريطة زينية لتخدوقتي كبير قوي بشرحها دمين أكتب العناصر بتاعة الموضوع والنقطة الفرعية حاجة مهمة جدا العقل يفتكر الصور أسرع ما يفتكر الكتابة أي لو النقطة بتتكلم عن الحرب والجيش أوم رسم وقام وأنا بكتبها كده أوم رسم سلاح آه لو النقطة بتتكلم عن العولمة أكتب قراء أرسم قراء أرضية رسم كروكي أنا مش هقلب أحص راسك أي فلما باجي أسترجع النقطة بافتكر بافتكر بالصورة اللي أنا ذكرت الصورة أكتر من الحاجات دي تمام تمام كده تمام فأنا عملت أي دلوقت تكرار إسرار بدأت أن أحول الموضوع بشكلة الخريطة الزهنية للصور بدأت أن أكتب نقط فلاقي نفسي قاعد وفاء وفي حاجة كمان مهمة جدا غير مكان المذاكرة آه غير مكان ما تسبتش مكان في البيت مذاكرة أنا مع دبع ما تعودش على المكتب بس المكتب البني أبو فازة عارفانتي وصبعه أبا جورة أبا جورة وفي حاجة غريبة جدا بالعمالة في مصر بنحطه وشه في الحيطة مش عرف ليه طب طب ما نقل الكرسي ناحية التالية بشوف الناس لا يزاكر وعاد على الأرض يزاكر في في أي حتة إلا السرير لا طبعا السرير يجيب لونهم طبعا ده عشان إيه هنقول أي حتة أقول لك لا لا أيها طب بعد إزا حضرتك ناخد التليفون فضال يا فاني من مدام مناوجي وليت أمر علو علو سلام عليكم وعليكم السلامة رحمة الله وبركاته إزايك يا مدام هالة أهلا وسهلا بيك يا فعلا عملا إيه والله نحمد ربنا في نعمة الحب لله والله برنامج جميل يا مدام هالة يا ربي خليك وبتناقشوا حاجات فعلا فعلا موجودة وكلنا بنعاني منها حقيقة يعني الحمد لله والله يا مدام هالة أنا بس عايزة أقول حاجة هو إحنا يعني وإحنا الصغيرين أنا عندي بنتي ما شاء الله في عداتي وإحنا صغيرين يعني إحنا حتى يمكن أنا مفتكرش ماما قال ليش يذاكر دي قبل سنوية عام الواحد كان من نفس يقعد ويذاكر بس أنا عايزة أقول معلومة واحدة للدكتور أحمد اللي ما حضرتك أنه أنا كان الحاجة لازم أفهمها تلزق الواحدها في مخي وأحب أتعلم العلم لي للعلم نفسه عشان كده معلوماتي يا مدام هالة إلا أنا خدتها من وأنا في قول عدادي وفي ابتدائي لغاية النهارة في دماغي طبعا 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 الحقيقة أن أنا كمان ربنا سبحانه وتعالى أفض علي بعلم الحمد لله أنا مدرسة خطاب بنزلي بقالي 20 سنة ماشاء الله وكنت عايزة برضا أقول لحضرتك أنه أنا عندي أفكار كتيرة تساعد الأسر المحتاجة إزاي تصنع وتعمل تعمل مشروعات سويرة بميزانيات بسيطة جدا طب تمام وأنا متبرعة لحضرتك أن أفكار دي ممكن تعلمها لناس من غير أي حاجة بس عشان الناس الأسر الفقيرة دي أقدر أن الوحيد إزاي يعلمهم يعملوا حاجات بسيطة جدا ومش مكلفة وتغليم عن السؤال أنا مشكورك جدا وأرجو أن أنت تسيبي تليفونك في الكنترول مع السادة وإحنا عنا نتواصل معاك إن شاء الله لأن ده موضوع مهم جدا لحضرتك بتتكلمي فيه ممكن على كلامها فحضرتين صغيرين أنا قلت في الأول ذاكر ليه؟ عشان نفسك شغلك أسرتك ربنا سبحانه وتعالى ما قلت الزاكر خلص عشان الامتحان دي نقطة صح النقطة التانية لازم أفهم على فكرة فيه شعق في مفهومنا في عقلنا غلط تماما المواد الأدبية حفظه والمواد العلمية فيه غلط غلط كله فيه كله فيه نسبة وتناسب هو أنا عشان أحلى مسألة ماس رياضة مش لازم أبقى حافظ القانون طبعا يبقى حافظه أنا قلت ماس ورياضة وقلت حافظه الفهم في المواد الأدبية مش إن السطور دي لازم تكون عندك كدرة على الربط والتحليل ما بينها عشان يبقى كلام له معنى أقول لحضر لك حاجة في تخصصك طبعا أنت أستاذتنا يعني لا يفضل بالحافظ لما بيجي لي شخصية أقراها لو بدأ عمرها في الدور من 30 سنة أنا أعود أكتب لها سي في وهو صغير أتخيله ده تولد فين في حتة اسمها إيه أيو السي في بتاع الشخصية ده بقى بيخل هو ده مش مكتوب أصلا أيو بس أنا لازم أشوف السي في بتاع الشخصية على شرق ده رعيش الحالة دي وربط ما بين الماضي بتاعه اللي هيبدأ يطلع للناس ده سعب على الطلاب برضو أنا مقولش إن الطلاب يعملوا كده باتكلم برضو في العلمي والقادة باتكلم في مراحل سنوي ومراحل جامعية تمام رعيز أقول نفقد نلغي ونغير المفهوم إن العلمي شكرا العلمي ده بيفهم ما بيحفظ وإن القادة بيحفظ ما بيفهمش بيسم غلط عايز أقولك إنه بيعمل مشاكل في البيوت كمان يعني حتى إيه دكتور كده ابنه دكتور وأخوز صغير داخل كليد حقوق يا عمو ودي مذاكرة يا عمو هو اللي أنتو بتاخدوه ده مش عارف إيه أيو فأنا نبدأ نخش للشخصيات المحبطة بالضبط ممكن تبقى جوالبيت تمام فأنا نبعد عنهم دول طب إيه رأي حضرتك في المدرسين بعض المدرسين يعني لأنه كانوا بيذكروا بالموسيقى بالأغاني كده يعني هقول لحضرتك وشك تغير يعني رأي هقولك أنا هقولك رأي هو أنا بحترم النجاح أنا بحترم النجاح إذا كان هو نجح بالطريقة دي قبل ما نلومه نلوم المنهج اللي هو ما بيتوصلش اللي هو بيتوصل بكده ونلوم المنظومة اللي عملت امتحانات بتنجح الطالب ويجيب فول ماركب الطريقة دي إحنا هو بيحاول يوصل لأقصر الطرق عشان يحفظ التلامزة بتوها ونجح في كده أنا بحترم النجاح مش هارفها أنا بحترم النجاح يعني لكن تطبي مع المق خلينا تكلم هو كده بيشتغل على الامتحانات أنا بذاكر عشان نفسي عشان مستقبلي عشان أهلي علشان خاطر ربما أبقى مصقف تمام هو بيشتغل على الامتحانات في مرحلة السنوية العامة والناس بتجيب فول ماركب تارجل تحقق يبقى نجح فأنا بحترم النجاح ممكن يكون رأيي إن مش دي أحسن الطرق لكن أنت معا إن أنا أخترع أي طريقة إنه بيها توصل المدرس المدرس لازم يبقى كرياتف ما هو طبعا يعني كريات مبدع مبدع طبعا تمام في مدرس باعتمد على التكنولوجيا هزا أولك الحاجة إحنا في المدارس بنهتم جدا إن إحنا نحط بروجيكتورز في الفصول الله حاجة عظيمة جدا هنعرض أي عليها إيه هنعرض أي عليها أنا مش عايز بروجيكتور أنا عايز متيريال اللي يتعرض الوزارة لازم تعمل ده لازم أفيه قسم جرافيكس يحاول ما نجد ده ونبدأ ندي ده للمدارسي قبل ما نجاء الحاجات دي هتبوز من قلة الاستخدام طب إيه رأيك في اللي بيسمعوا مزيكة وهم بيذاكروا أو أغاني بيختلف من شخصية لشخصية يعني إيه فكرة إن أنا خرج أذاكر برا البيت مقدرش بفيش حاجات صح مطلق ولا حاجات غلط مطلق لو أنا فعلا بعرف أفصل وبستقل ده من باب برضو تغيير طبعا تغيير المود طبعا لازم نوعية الموسيقى يعني كون موسيقى هادية وبتختلف من وقت للتاني يعني حسب دلوقتي نوعية زي أسمع مزيكة فيه وقت تاني أنا مش عايز أسمع مزيكة فيه جزئية عايز أقول لحضرتك كمان عليها بتفتر الشيطان بقى بعد مذاكر يبدأ يستلمني في حتة أنت ما حفستش أنت هتنسى أنت تعبت نفسك على الفاضي ما هو ده التقى السلبية فطب أحمل معاه إيه ده لا أنت حفصت طب أثبت لك أنك حفصت طب أنا هصدقك أنك ما حفصتش اتصل بواحد صاحبك بالتليفون قوله أنا دلوقتي كنت فتح الكتاب على الدرس الفلاني واللي هو كان بيتكلم عن كذا 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 اللي هو مش عاف كان فيه ست نقط في الجزئية الفلانية مش عاف واحدة بتتكلم بس لما أحفظهم هبقى أقول لك أحفظهم مين تا قلتلو أنت حفظتهم خلاص خلي عندك ثقة في نفسك اكتب سؤال والإجابة وممكن من الستة بوينت الإجابة تكتب أربعة أو خمسة تنسى واحدة ما تتلصص يا عم أنت مش في امتحان افتح الكتاب طلع النقطة النقصة وكتبها بلون تاني أشوف تبع عارف إن هي دي اللي أغللت فيها لما نوصل بقى المرحلة مش المذاكرة المراجعة يبقى أول حاجة المحاضرة طاني حاجة المذاكرة تالت حاجة المراجعة المراجعة دي ممكن مذاكرة أسبوع تتراجع في ساعتين أكيد طب احنا معنا تليفون الأستاذة هدى وهي ولية عمر أهلا سعيد علو السلام عليكم وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته سيح حضرتك يا مدام هالة الحمد لله والله في نعم إنا بحب برنامجك قوي والله يمتابعينك على طول يعني ربنا يباركلك إن شاء الله الله يخليك يا فعلا تسمحي لي أكلم الدكتور طبعا يا فضر مع حضرتك معلش دكتور أنا بنتي في إعدادية أوكي عندي بنوتة أكبر منها تخرجت من الجامعة الألمانية بطبعا درجات متفوقة والبنت بنتي برضو كانت متفوقة كده لغاية سنة ستة ابتدنا فيه السنتين اللي فاتوا وأنا بعدت عنها شوية بحكم الشغل في تركيز المذاكرة فابتدت تذاكر لوحدها دلوقتي أنا عندي إعدادية بقى متفرغة لها هي صعب جدا إنها توقيت تذاكر أكتر من نصف ساعة ساعة لاربا تدخل تقولي أنا ذاكرت فأنا يعني طب ذاكرت إيه في الساعة لربع يا بنتي ما ينفعش الأسلوب دوت لا أنا كده مستوعبة طب تعالي أسمعلك تعالي أذكر معاك رفضة إن أنا أتدخل إن أسمع لها طبعا لأن هي كبرت هتديني النتيجة اللي ترضيني وكبرت بقى خلاص أنا كبرت على الكلام ده آه بالضبط كده طيب وصلنا دلوقتي إن إحنا بنتخانق مع بعض وأنا عندي إعدادية ومتر من دلوقتي إيه الوسيلة اللي أنا ممكن أتباحها معاها هتقولي حفزيها تحفيز لا لا مش أقولك حفزيها بالعكس أجازة مقدسة وخروج وأصدقاء واصحاب وكل اللي هي بتعوذوا يعني أنا مش أقول لحضرتك مثلا أنا يعني برفاهها في البيت فوق ما حضرتك تتخيل إيه الأسلوب بقى اللي أنا أقدر أوصل به إن أنا أخذ منها نتيجة النتائج مش أقول لحضرتك هي الحمد لله ما فيش ملاحق ما فيش بس النجاح على الحرك المدرسين بتوع الدروس يقولولي هي سماعي بتنجح سماعي لكن إنها تنتظم في عمل الواجبات والكلام دا ما بتعملوش إيه بقى الوسيلة إن أنا أقدر أوصل معاها إن أشوفها مثلا بتذكر على الأقل ساعتين في اليوم طيب هقول لحضرتك على حاجة أولاً هو المدة الصحة للمذاكرة خمسين دقيقة وبعدين أخذ فاصل وبعدين أذاكر خمسين دقيقة تانية وبعدين فاصل وبعدين خمسين دقيقة تالتة فما ينفعش قصلاً أقوى تساعتين أو تلاتة وراءة بعد دي أول نقطة لازم نتكلم فيها فيابت أقوى تساعة لربع خمسين دقيقة في المذاكرة إيه جودة الخمسين دقيقة دول وعلى فكرة ممكن تكون بنتك من القدرات العقلية إن خمسين دقيقة تكفي مش لازم يعني مش لازم في اليوم أذاكر ثلاث ساعت أو ساعتين فالخمسين دقيقة اللي بتعودهم أنا عايز الجودة بتاعتهم تبعد عن أول حاجة بيها بتذكرهم هي في حتة والموبايل في حتة الموبايل بقى بكل الأندرويد اللي عليه وبكل الموبايلات والأبليكيشنز وواتس بكل ده مش عايز أقوله حركة تعمله سايلاند وتيجي نوتفكيشن فبص لا الموبايل في مكان وهي في مكان يبقى دي اشتغلت كده على الجودة دي الجزئية الأولانية الجزئية التانية هي بقالها فترة ما بتذكرش فهي كده كده قدرتها على التحصيل وعلى الاستعاب زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية لو ما تبعينا طول الحلقة الراجل اللي هو بوزان قال هي ممكن انت حالي قلت بعيدة عنها سنتين فهي في السنتين دول مش على استمرارية في المذاكرة فمخها في تحصيل المعلومات والذاكرة قال فلازم نعذرها في الجزئية دي كنها جات مع تالتة اعدادي مش مشكلة لسه عندنا الترمي التاني هنعمل ايه هنبدأ نركز على ان هي تبدأ بأيصر الأمور لما تقعد تذاكر تختار الدروس السهلة والمواد المحببة ليها وبعدين بريك وفي البريك التاني نشوف حاجة أصعب شوية الحاجة التانية يبقى في نوع من أنواع الإصرار لازم بقى الموضوع بتاع الإصرار والتكرار ده يبقى موجود عندها ونزرعه عندها بالطريقة حضرتك فيه كلمة بتقولها تعالى سمعلك طب ما تيجي نقول كلمة تانية انت زاكرتي فاهميني هي دي النقطة التانية يا مدام هالة ايه لأنا كنت عايزة أتكلم فيها لما الشيطان يقنعك انك ما زاكرتش عشان ما هيقعدكش تاني قلتلك ايه اكتب والنقطة اللي انساها ابص عليه عشان المراجعة ايه لأ فيه حاجة أهم من كده ان ان انت تشرح الكلام اللي انت زاكرته لحد تاني ويا سلام بقى لو الحد تاني ده باباك او مامتك ومش مجرد اوامر بتتقال وماما بتتفرج على التلفزيون مش مجرد كلام بيتقال وماما في المطبخ حتى لو بتجاهد لا ده انا هاقب معاك ومش هاقب معاك ازاكرلك عشان هو الايجو والانا لا هتزاكريلي انا جبر طب ما تيجي نعكس بقى فاهمين انت بقى فاهمين يا اه ايه بقى الموضوع انا مش او على الفطرة ومتحساش ان انت بتختبريها اه اه اتفضل اه معنا تليفون عبدالوهاب وهو طالب علوم ايه والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا طن اه انا عند انا في الصفة الخامسة اللي ابتدائي في ادراسة صراحة دي الصفة الخامس خمسة ابتدائي اه ماشي انا المادة الصعبة عندي اه مادة الصعين 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 علوم تمام عبدالوهاب تذاكرها ازاي اه حاضر دكتور احمد عيد رد عليك بص يا عبدالوهاب سمعني تمعي الخط اه لا سمع لا سمع بص يا عبدالوهاب انا عايز منك القيتي اول حاجة البريك الفصحة تكون مذاكر قبلها بيوم درس او درسين وحلل عليهم واقف معاك اسئلة الاسئلة دي سؤال اتنين تلاتة عشرة روح للمدرس قعد معاه في البريك واتكلم معاه وقول له انا محتاج ان انت تقول لي ده يعني ايه وده يعني ايه لسه كنت بقول خلي عندك اسرار انك ما تراوحش البيت النهاردة غير لما تعرف الاسئلة دي اجابات هاي الموضوع ده هيفرق معاك جدا هتلاقي نفسك بعد ما كان فيه عشر اسئلة ما تعرفهمش حتى لو عرفت اربعة او خمسة نفسيا الموضوع ايه طبعا قلة من عناك شوية طبعا والتواتر بتاع انه مش فاهم يذكر وعشر اربعة وخمسة طبعا فيبدأ الموضوع يبقى موضوع نفسي طبعا طبعا ولو تعمل ده من اول السنة درس بدرس فهتلاقي النهاردة انت معندكش حاجة متراكمة عليك ممكن يكون دلوقتي الكمية كبيرة دلوقتي انت مش بتقول لي يونت كذا في الساينس انا مش فاهمها لا انت تقولي الساينس فدي حاجة بالاضافة ان ان احنا ربنا ما خلقناش كلنا زي بعض ممكن تكون انت ميولك ادابية شوية انت بتحب اكتر وتستسهل اكتر المواد الادابية لكن لانك لسه في مرحلة ابتدائي فانت لازم يعني مضطر انك تحكد كل المواد فلما تبقى درجتك قليلة شوية في الساينس تبقى اعلى اكتر مثلا في مادة زي العربي فتلاقي نفسك ميولك الادابية دي اكتر فيبقى انت دلوقتي بتعرف انت احسن في ايه ده هيفرق في اختياراتك قدام اختياراتك بالزبط ففكر في الموضوع بالطريقة دي واعتمد جدا جدا على المدرس بس ما لاشي يا عبدالوهاب هو لازم نذاكر الساينس في المرحلة دي نرجع 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 بالمثال اعرف شيء عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء لو انا حتى ادبي لازم يكون عندي قدر من المعرفة عن الساينس طبعا معنا تليفون يا ستاس مكدي ويع حبيبة تسربونا تاني طيب في بعض الطلباء اللي هما صغيرين طب ناخد ماريم falo يا ماريم عليكم السلام يا حبيبتي alo ايوة يا ماريم انا فقول عدالي ايه الو ايوة يا ماريم انا فقول عدالي ايه فقولي عدالي ايه سوائلك انا في حاجات انا يعني انا في حاجات اللي انا ذكية جدا بس في حاجات انا منسفتي عجب بتنسيها اه طيب عايزة تعرفي ليه بتنسيها يا مريم نعم عايزة تعرفي من الدكتور أحمد انت ليه بتنسي الحاجات دي سعى حاضري حبيبتي لما توديت ذاكري يا مريم ذاكري بالورقة والألم واكتبي الحاجة اللي انت بتنسيها مرة واثنين وثلاثة ولو ما تتخضيش من الرقم ده يا مريم وعشرين التكرار يا مريم وبعد ما تخلصي المذاكرة دي سمعي لنفسك هتنسي نقطة اكتبيها بلون تاني علشان لما تيجي تراجع تفتكر ان دي اكتر حاجة بعد عشرين مرة انا لسه بنسيها والله يتعرف يا دكتور ان دي طريقة حتى تسليهم هما بيذكروا يعني انهم يكتبوا اللي نسيوا بلون وبعدين في كلمة مثلا في الجملة كلها بالزبط كده فتبقى بلون تاني ده يديهم برضو فرايتي نوم وبعدين السؤال اللي انت بتنسي كتير يا مريم ده بقى بعد ما تحفظي وتتأكدي منه هاتي واحدة صاحبتك بس ما تكونش عنها وحشة قولي لها عارفة السؤال اللي هو كذا عارفة طب تقولك لأ طب انا اقولك عليه انتي بس مجرد انك تقولي لها عليه وعمرك ما تنسيه بعد كده وتبيك سبتي فيها سواب كمان لا وتعملوها زي اللعبة يا ولاد يعني وانتوا قاعدين مع تلات اربعة صحابكو كده ايتي عارفة السؤال ده طب انا اقول اللي تقول مش عارفة ايه يعني خلوا المذاكرة مبهجة هيا المذاكرة طبعا انا لو قلت الكلام ده اوليها امور هيزعلوا مني مذاكرة بايخة بس نحبها مش هتبقى بايخة ولما نحبها نحبها بسبب الدوافع بصبت هي مستقبلي اه هي شغلي هتصلا كلمة مذاكرة دي كلمة مذاكرة دي بتخلي مهنتي في البطاقة وانا 16 سنة طالب بصبت اللي هي هتتغير وابقى مهندس بصبت هو ينفع ازهق ملهم دسة لا والمذاك بقى خلاص بقى بلاش محامي يعني مش بقى يعني ايوه مهنتك بقى اللي جاية بعد دكتور اي 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 كلنا بيجلنا حالات ملل بس المسئولية طبعا بتخلينا نحنا نتغلب على حاجات الملل دي علشان نبقى كويسين حضرتك قلتي كلمة 3 ا 4 قاعدين هو انا مش بميل اول فكرة اللي اصحاب كتير يذكروا مع بعض لا اين لا مش يذكروا مش عزي يذكروا يعملوها اسفان اه وهم قاعدين مع بعض مستحيل طبعا لا والله اكيبه النميمة اولى من المذاكرة لا لا حقول لك على حاجة يعني يعملوا حاجة انه مثلا هنسأل النهاردة ولا هيجاوب هنجي له حاجة يعني لق عارف حضرتك لو مترتبة هتاخد شكل رسمي انا مش حاجة مترتبة انا عايزهم هم قاعدين بتتكلموا في اي حاجة عامة شفت المسلسل النهاردة شفت انا مبارح كنت بذاكر وانا بحكي يومياتي ايوه ايوه صح في درس بكان السؤال كذا اللي هو بقى لقيته كذا كذا ففوسط الكلام الكل استفاد والكل خاد المعلومة بالزبط وزي ما قلت حياتك يبقى سواب يعني بالزبط اللي هو مش عايز بس ما يكونش برضو في حد اينا ويحشب معنا احمد قولى سنوي الو ايوه يا احمد ازيك يا استاذ هال ازيك يا حبيبي عامل ليه الحمد لله انا متبع حضرتك يعني مش هاي تقولك ببنامج كائر ربنا يخديك يا احمد متشكري عوي ايوه موش انا اتكلم بس الدكتور طبعا فضل ايوه زي يا حضرارك يا دكتور اهلا وسهلا ايوه دلوقتي يا حضرارك انا سقوله سنوي وتقريبا يعني انا عندي تفع مواد تمام امم عندي مواد علمية ومواد ادبية انا من النوع اللي هو يعني بح ايو حفيز يعني تمام امم ايوه ايوه يعني ايوه باجي بسيب بسيب مثلا مذاكرة اول السنة وباجي في اقتر السنة لايه نفسي حصل يعني جمعت كل المواد وفهمتها تمام تمام ده صح ولا ايوه هو اكيد ده مش صح لان ربنا سبحانه وتعالى لما بيديلك نعمة الوقت انت بتهدر جزء منها في اول السنة والدنيا كلها بتترقم عليك في الاخر وبعدين انت قلت ملحوظتين انك فيولة سنوي وانك بتحفظ حفيز قدرتك في الحفظ اعلى يبقى المواد العلمية اللي هي بتعوز نسبة فهم ولو انها لسه ايه لان كله فيه فهم بس يعني النسبة اعلى شوية موجودة في المواد العلمية يبقى دي ما تسبهاش في اول السنة لان دي لما هتسبها في الاخر انت مش هتلاقي لها حل لان انا عارف ان فيه في اول سنوي مواد علمية ومواد ادبية لسه مفيش التفريع بتاعك العلمي وادبي ايه فلازم ما تهدرش الوقت بتاعك لان الوقت اللي هو قيمة تسألك سؤال هو انت لو مسافر بطيارة المفروض ان انت تروح قبل الطيارة بساعتين ولا قبل الطيارة او اربع ساعات ولا قبل الطيارة بنص ساعة ولا علم عب الزبط ولا بعدها بساعتين هو انت لازم تراعي هنا قيمة الوقت وانت مسافر ليه؟ ممكن تروح قبلها بستة ساعات لان انت مسافر برة والسفارية على مزاجك في الحالة دي روحت قبلها بكتير قوي عشان انت مبسوط الموضوع حلو لكن لما يكون الموضوع مش مبسوط تقطق السلبية اللي مسيطرة عليك يا عم لسه بدري وقت طويل اللي هو اشتانك اغلبه ابدأ وانت تقدر اليومين دول عندك مشكلة في المواد العلمية روح للمدرسة روح المدرسة هتلاقي المدرسين حتى لو كانت المدرسة خلاص بتستعدل الامتحانات اتكلم معاهم قاعد معاه ساعة مش هيقولك لأ خلي عندك ثقة في الموضوع ده واللي هتتعلمه ده مفيد وسمع لنفسك واشرح لزميل انا بتكلم عن نفس المنظومة في كل الاسئلة اللي سمع اجابتي في سؤال هيلاقي ان انا تقريبا بكرر نفس الكلام التكرار والاسرار وانت بتذاكر الحاجة التانية ايه اتأكد بالورقة والقلم واتأكد انك تشرح لحد طب دكتور النصيحة الاخيرة في عشر ثواني ابعد عن المحبط ابعد عن تليفونك ابعد عن المتردد متردد يلا نروح ناخد درس هنا لا يا عم طب ناخد كرس هنا طب نبالش ده الحتة خطي ابدأ ابعد عن المتردد ابعد عن المحبط ممكن المحبط ده بقى جوة البيت على فكرة احيانا ابعد عن التليفون بتاعك وانت بتذاكر تردد شخصيات محبطة الموبايل بتاعك ابدأ انت تقدر عقلك ده لو كل ثانية معلومة اول حاجة قلتها واخر حاجة قلتها ستين معلومة في الثانية تلت تلف وستمائة معلومة في الساعة ربنا هو اللي خلقت كده ويعني افضلك عن كل المخلوقات التانية اعرف الايمة دي وما تفردش فيها ربنا يوفقك كله وانا بالنسبة لي يا حدي بس كلمتين كده الاولياء الامور ما تضغطوش على ولادكم اي في المذاكرة يا زي ما قال الدكتور احمد يذكروا خمسين دي او بعد كده ياخدوا بريك ياريت في البريك بس يبقى استرخاء مش البريك هتفرج على التلفزيون شوية يعني عشر دقايق غبض عناية بزبت بس في اولياء امور يا دكتور تبقى قاعدة كده وعايزة يلا دلوقت لا يبقى قاعدين على المكتب خمس ست ساعات ايه كده مبسوطة الخمس ست ساعات مش هيحصل فيه ممكن اقولهم حاجة دول وانتي بتطبخي طبخة حلوة كده وليت الامر عزومة تلت اربع ساعات شو تحطي الحاجة تعجيس ساعة ساعتين طبعا وبعدين تحطي الحاجة على النار وتوادي في المطبخ طبعا طبعا ولا بتروحي تواضي برا تراجي على البرنين بتاع اصدهالي بتجد تتفرج على البرنين صح كده مزبوط كده طب توادي الاربع ساعات هتقولك لا مش هقدر والحر والدني فهم برضو كده يعني بالراحة بالراحة دكتور احمد انا بشكر حديثك جدا 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 على النصائح الغالية ويا رب يكونوا طلبنا استفدوا منهم يا رب يا رب لان دولا شباب المستقبل ان شاء الله اللي هيشرفوا مصر تغلب شتانك وزاكروا اه بس في وقت البرنامج بتاعنا شوفوه يعني صارجوا عليه على البرنامج فايرو هزاكروا شكرا يا دكتور شكرا يا فاديم بيك شرفتك جدا بحضر بشتي ربنا يا خليك بريك ونرجع لفقرة مهمة جدا موسيقى